كيف حلت مشكلة التأخير عوقت الخبز وكيف حضرت عجينة المناقش والخبز بتلتان اسمر وثلت طحين ابيض بقلب الفيديو هنحط الماي حاجة العجينة هنحط لها خمسة وسبعين جرام عن كل كيلو طحين يعني متين وخمسة وعشرين جرام لان استعملت ثلاثة كيلو طحين مية وخمسين جرام سكر بمعدل خمسين جرام عن كل كيلو لايكم كمية الملح معلقة كبيرة 30 جرام بمعدل 10 جرام عن كل كيلو طحين حطيتهم ان الملح مع الماي دوبتهم لانه هاي دي العجينة ما بدي عجينة كتير لانها معها والوقت الكافي حبطة طحين لتفرز الجلوتين هتبقى من السهرة للصبح فما في داعي للعجن كتير هنوزع متل ما شايفين الماي على طحين لان نتأكد انه كل حبطة طحين اخدت حاجتها من الرطوبة ولنحصل على عجينة متماسكة وطرينة فيه حنعجنا تنعيم فقط لتوزيع الرطوبة بقلبها اتفقنا انه ما في داعي للعجن الطويل مع الوقت الكافي لا تتماسك وتفرز حبات الجلوتين حبات طحين الجلوتين وتتماسك كمية الزيت متل ما اتفقنا بفيديوهات سابقة قليلة بس تحافظنا على العجينة ما تنشف بسرعة اثناء الشغل فيها او انه المنقوشة او الخبز بعد الخبز تنشف بغري هنحطن ونرجع نكفي بعملية التنعيم بضع دقائق مش اكتر ما حنقدر نعجينة كتير لانه الملحم دوب بقلبها هيدا العجينة حنحطها بحرارة الغرفة كانت حرارة الغرفة 25 درجة حرارة الطقس من السهرة للصبح اللي صار معي انا اجد علي ظروف وما قدرت اخبزها الصبح تأخرت ل11 ونص الظهر وصراحة لايكو العجينة كيف صارت تاني يوم خمرانة والوضع صراحة كان كارثة لانه خمرانة كتير العجينة يقول لك تكاسي تزايد بقلبها ما كان عندي خيار الا انه كفي بالموضوع المفروض انه نحنا نقطعها والريحة ونرجع عن رقها والريحة وبعدين نخبزها اللي صار انا قطعتها وريحتها فترة لايجا دورة اشتغل فيها بعد ما خلصت قطيع النتيجة انه عبت هوا كتير زيادة خبستها بالفرون النتيجة انه نفست الهوا لبرا ما كانت تطلع عندي ترخ فيه والمنوعش تطلع عنيش فيه عرفت مباشرة انه لازم متل ما شايفين بالفيديو رغم انها مكورة ارجع نفسها من اول وجديد كورها لخفف نسبة الهوا بقلبها رق مباشرة رقها ومباشرة اخبزها متل ما شايفين خبزناها بين الفرن حاطين الصينية على بنيها بالوسط وحرارة فرن عالي وحامل فرن وهي دا اللي صار معنا الحمد لله النتيجة كانت كتير مرضية ما بخفى عليكم بضع الحبات يلي ما نخبزه مزبوط في بضع حبات فيهم شوية طعمة حمودة بس اغلب الحبات اللي نخبز مزبوط للنتيجة كانت كتير رائعة وطيبة وممتازة وشوية مشاكل بالتلوين صارت عنا لزيدة التخمير والسلام اشتركوا في القناة